جولتنا اليوم بأحدى مزارع الكرز بكندا تعالوا نستكشف المكان ونتعلم بعض المعلومات بعد زراعة شجرة الكرز تحتاج إلى حوالي 3 إلى 4 سنوات حتى تنتج أول ثمارها تنتج الشجرة الوحدة حوالي 7000 حبة كرز كل موسم بشكل عام معدل عمر شجرة الكرز حوالي 30 سنة بعض الأنواع تعيش فترة أطول ممكن توصل إلى 250 سنة 250 سنة تنطينا هذه الفاكهة المفيدة والطيبة موسيقى دعنا نجربها طيبة هناك نوعا النوع الحامب والنوع الحلو موسيقى 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 من الفوائد الصحية للكرز أن يحسن النوم لأن يرفع من مستوى الميلاتونين هرمون النوم فإذا الواحد عنده مشكلة بالنوم عنده أرق عليه بالكرز موسيقى 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 من فوائد الكرز أنه يحتوي على مضادات أكسدا ومضادات التهاب مضادات الأكسدا مهمة لصحتنا لأن تحمي خلايا الجسم من التلف وتحمي من بعض الأمراض موسيقى موسيقى سبحان الله شجرة مليانة كرز موسيقى ويعتبر الكرز مصدر ممتاز للفيتامين سي ويحتوي على الزنك والحديد والبوتاسيوم والمنغانيس موسيقى يعني باختصار تناول الكرز مفيدة صحتنا موسيقى 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 شوفوا رهيبة موسيقى يمكنني أن يكون عندي مزرعة وترةكتر مثل هذا أحلى حياة واحد يرجع للطبيعة يكون مرتاح احب المتارع اذا عجبكم المحتوى اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ودعمونا بعجاب ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدوا الفيديوهات السابقة وانتظروا الفيديوهات القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة